اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هؤلاء الذين يجتمعون ويقررون قتل الصغير او التفريق بين الابي وابنه تصوروا معي مشهد الابي وهو مخالف لهذه الحالة عندما جاءوا الى ابيهم فقالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون انظروا ماذا يقوله هذا الاب يقول اني لا يحزنني ان تذهبوا به انا يصيبوني الحزن اذا اخذتموه مني اصبح هو سلوتي وسعادتي فيه بمجالسته ارتاح وهو سلوتي في هذه الدنيا اب رقيق يقول يا ابنائي اصبحت شيخا كبيرا اصبح هذا الولد هو سلوتي هو سبب من اسباب سعادتي في هذه الدنيا هو القريب الى قلبي مجرد ان تأخذه لراحته لسعادته باعتبار الوصف الذي وصفوه يرتع ويلعب ويسعد ويسير ويجري ويتغذى ومع هذا اني لا يحزنني ان تذهبوا به يا اخوة ما شد قسوة قلب هؤلاء الابنان يقول لهم ابوهم الكبير انا اصاب بالحزن اذا اخذتم مني ابن الصغير ومع هذا ما ردهم هذه الكلمة اذا اخذوه لمجرد اللعب اذا اخذوه لمجرد ان يستشعر شيء من معاني ما يستشعره الاولاد الصغار من الفرح والسرور ومع هذا يصيبوني الحزن كيف لو كان يعرفوا انهم سوف يأخذوه للتفريق النهائي ما بينه وبينه ومع انه يقول يا ابنائي اني لا يحزني لا يحزنني ان تذهبوا به ولكن ايضا هناك شيء اخاف اكتر من ان افقده يوم او يومين او ساعة او ساعتين اني اخاف ان يأكله الذئ انظروا معي يقول وهذه تعطينا اشارة الى ان يوسف كان صغيرا حتى انه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شر او ضرر حيوان او انسان كان من الصغر حتى انه لا يستطيع ان يواجه ذئبا او اي حيوان كاسر يقول اني اخاف اني اكله الذئب لانه لن يقتله فقط ولكن سيأكله لانه صغير صغير في جسمه صغير في قدراته يا ابنائي انا رجل كبير واخوكم طفل صغير يا ابنائي احزنني ان تذهبوا به يا ابنائي اخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون يا ابنائي اكيد اكيد لن تفرطوا اكيد لن تفرطوا في اخيكم الصغير اكيد لن تخونوني كما قلتم هل امنكم لن تخونوني في اخيكم يوسف الا ان تؤتوا من غير تقصير منكم وانتم عنه غافلون لانه لا يتصور انسان سوي ان الاخ يقتل اخاه ان الاخوة الكبار يجتمعون على الذهاب وبيع اخيهم عبدا او رقيقا لا يمكن ان يتصور هذا الا ان يكونوا غير غير قاصدين هذه الجريمة اني اخاف اني اكله الذئب لانه صغير لا يستطيع ان يدافع عن نفسه وانتم عنه غافلون انا اعرف انه ما يمكن ان يتصور منكم ان تؤذوه الا ان تكون عن تقصير منكم او عن غير علم او دراية فكيف وهم قد اجمعوا امرهم وانظروا الى كلماتهم تبين الغلظة الشديدة الذي هم فيها اب رقيق فياض المشاعر يحب اولاده كلهم ولكن يقدم هذا الصغير لصغر عمره وايضا كما قلنا دماثة اخلاقه كما تتضح من القصة كلها يقول يا ابنائي دعوا لي هذا الولد قالوا لا لن نتركه لك لانه لابد ان ينشأ نشأة بقية الصبيان لابد ان يلعب لابد ان يرتع لابد ان يشارك في كثير من الانشطة التي تنمي جسمه مثل المسابقة مثل الجر مثل الساعي كيف تجعله يجلس عندك كيف سوف ينشأ قالوا لئن اكله الذئ مباشرة اذا يا ابانا نشكرك وهذه كلمة شكر وحيدة يبعثها لابيهم يا ابانا نشكرك لانك علمتنا ماذا نرد عليك عندما نضع مؤامرتنا على جهة التنفيذ ونرجع اليه كأنهم يقولون الحمد لله الذي جعل الجواب على لسانك انت لئن اكله الذئ ونحن عصبة ونرجع اليه ونحن عصبة كرروها مرتين هي سبب المشكلة هي المعيار الذي وضعوا فحكموا على يوسف بالقك ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة يعني نحن جماعة اقوياء شباب هذا هو المعيار كيف يقدم محبة الصغير على محبة الشباب الاقوياء الكبار الذين يسعون في ابتغاء المعاش لكل الاسرة نفس المسألة ذكروها وكأن هذا المرض واقر في قلوبهم وضعوا المعيار واقتنعوا به ووضعوا الحكم وجعلوه اساس لكل ما اسطروا عليه من وسائل ومن احكام وساروا في تنفيذها قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا اذا وضعوا المعيار ويقولون يعني ما يمكن ان يحصل هذا سوف نكون من الخاسرين سوف نكون في ظلاء المبين اذا مشينا على نفسي ما يمكن ان يحصل ان يأكله الذئب ونحن عنه غافلون او يأتيه واجهه ولا نستطيع مواجهته لكن يا ابانا قد وضعت لنا الاجابة من عندك سوف نقول اكله الذئب ونحن عنه غافلون نفس المسألة سوف نخرجها اخراج معروف مناسب للبيئة وللواقع المعاش بحيث يشهد لنا اخر اي انسان يشهد لنا بالصحة ما سنقوله انت وضعت لنا الجواب مقدما لئن اكله الذئب يعني سوف نقول اكله الذئب ونحن عنه غافلون لكن اما الذئب وهو يواجه الذئب وهو يواجه الانسان ونحن نستطيع مواجهته والقوة بأيدينا فلا يمكن ان يحصل شيء من هذا انظروا كيف وضعوا حيلتهم وكيف كانت غلظتهم امام هذا الاب الرقيق هذه القسوة التي منبعها ما ذكرناه سابقا المعايير البشرية ان يضع الانسان لنفسه معيارا بشريا وفق هواه فانه يوصله الى ان يقتل اخاه بل يمكن ان يقتل اباه بل يمكن ان يقتل ابنه لان المعيار الذي وضعه الى وافق هواه فانه يسير عليه وقلنا اول من وضع اساس وضع هذه المعايير هو الشيطان عندما يقول الله عز وجل استجدوا لآدم فوضع على نفسه معيار انه خير والمعايير تختلف ما هي معيار الخيرية الشيطان قال معيار الخيرية سبب النشأة نحن من اصلنا من كذا وكذا وهؤلاء جعلوا المعيار ومعيار القوة ومقدار النفع الذي يجلبه الانسان على غيره ومقدار العدد المعيار وضعوه فاصطروا الحق وقالوا لأين اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لا خاسرون اذا ايها الاحباب عندما نشاهد هذا الموقف ونعيش معه ونعيش مع هذه الغلظة نلاحظ انها ما كانت مجرد رأي شخصي او خاطر خطر على قلب رجل واحد منهم بل اجتمعوا كلهم على هذا الخاطر فقال الله عز وجل فلما ذهبوا به واجمعوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب مشهدان متناقضان مشهد عجيب مشهد الغلظة والشدة في هؤلاء الابناء الذين ما ظهر رفقهم بابيهم الا عندما وصلوا الى اخر القصة فقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ما اعترفوا بخطئهم اعترافهم في اخر القصة كان يقابله شدتهم وحكمهم على ابيهم ان ابانا لفي ضلال مبين لكن اخر القصة كما قلنا سميت قصة يوسف هي احسن القصص للنهاية السعيدة كل واحد عرف خطأه والتزم بمعرفة هذا الخطأ والتوبة منه فقالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين نصى الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا وان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه وصلهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وحسابه اشتركوا في القناة